إذا كان على المواطن دفع عشرة آلاف دينار إلى صاحب أحد الأكشاك المنتشرة حول مديريات الجوازات في العراق ليحصل على استمارة معبأة لإنجاز معاملة الجواز فإن نظام الأتمتة سيعفيه من ذلك وسيكون بمقدوره إدخال رقم هويته فقط ليحصل على استمارة تضم كل المعلومات هكذا يشرح الخبير التكنولوجي علي أنور نظام الأتمتة الوارد ذكره حكوميا مرات كثيرة منذ سنوات لعل آخرها قبل يومين عندما اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بلجنة الحوكمة الإلكترونية مصطلح الأتمتة مشتق من الكلمة الإنجليزية automation وهي تعني التشغيل الآلي أو الاعتماد على الأنظمة الحاسوبية أكثر من البشر لضمان الدقة والسرعة والأمان لا تشمل الأتمتة معاملات المواطنين فحسب يقول الخبير أنور ليو تيفي وإنما تمتد إلى كل قطاعات الدولة وتطبيقها بشكل كامل يضمن الحد من الفساد المالي والإداري نصائح كبيرة سمعها العراق بهذا الشأن تعميم نظام الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأمن سيقيد الإرهاب وتعميم ذلك على المنافذ الحدودية والموانئ والمؤسسات المالية والوزارات سيجعل خيارات الفاسدين صعبة جدا وتأخر هذا المشروع المطروح منذ وقت طويل نتيجة العرقلة التي تفتعلها مافيات الفساد الحزبي من بين قطاعات الدولة قاطعت المصارف شوطا لا بأس به في مجال الأتمة ولا سيما المصارف الأهلية لأنها متحررة من قيود كثيرة كما يقول الخبير أما بشكل عام فالعراق يتراوح بين المستوى الأول والثاني في هذا النظام بينما دول المنطقة تجاوزت المستوى الرابع أو الخامس والانتقال من مستوى إلى آخر يحتاج إلى سنتين على الأقل